المثل الشعبي بيقول لك ايه من زماني بيقول لك نظف بيتك ورشه ما تعرف مين يخشه شفت دافع تنظيف البيوت وترويقها عندنا من قديم الأزل ايه؟ ان محدش يطب عليك فجأة ويقول عليك زبالة بس كده يعني مش عشان البيت يبقى نظيف فعلا لا سمح الله خالص دي كلها شكليات علشان كده تلاقي ان تجهيزات البيوت بتختلف حسب نوع الزيارة وشكلها او حسب الظرف بشكل عام ازاي الزيارات الرسمية سي زيارات النسائب عزومة مديرك في الشغري فقام؟ دي بتبقى تجهيزات عاملة زي بالظبط زي تجهيزات الشوارع للزيارات الرسمية بيعملوا ايه؟ على ما اعتقد كده تقريباً بينظفوا الشوارع وبيبعاتوا عربية الرش والجو ده؟ لا طبعاً هم اسكم من كده بكتير ينظفوا ايه يا ابني؟ هم بحفلاتوا خط سير الزيارة بس اه يسفلتوا الشارع اللي هيمر في الموكب وحطوا ورد وزارع مؤقت على الجنبين يخبوا الزيبالة في الشوارع الجانبية وتعشد مش كده؟ الزيارات المنزلية الرسمية بالصبت نفس الفكرة احنا هدفنا هنا مش اننا ننظف خالص هم بيعملوا ايه؟ احنا هدفنا المباشر اننا نبين البيت كأنه متنظف ازاي اقولك؟ التارجت بتاعنا هنا هو الليفينج ايه دي المنطقة اللي بتاخد مجهودة عشان دي اللي بيبقى فيها هدوم بواي اكل ومناديل مستعملة ازايز فاضية ادراعات بلاي ستيشن بايومي فؤاد اه كتب مجلات لعب اطفال كلاب اهداف كاس العالم تسعين حالات ديكو لا ارمي بقى كل الكراكيب في القوض متنشرش الغسيل اللي مش نضيف كوموا كله خبيه في الغسالة او في البانيوم وحطوا صابونة جديدة تقلقش هنشيلها وهنرجع البروة بعد ما يمشوا اللي احنا جغالين بيها اساسا نغير الفوطة خضر العيال وكممهم ومنايمهم ويقفل الابواب طبعا قط الكراكيب بنجيب اذن من النيابة وبنشمعها بالشمع الاحمر ليه كتب؟ علشان كراكيب دي هتاكلنا ده وحش جوه فاهم سواء كان بركيس يرميك بلاط اي حاجة يتذبت كويس اما اللي تحت السجاد وتحت الكنب والكراسي وبين الشيلة ده مش مهم اطلاق قال لها ما تضيعش وقتك في الحتة دي هنلم مع الموبيليا اللي موجودة في النطاق ده بس اللي تكون في مستوى النظر فوق قوي لا تحت قوي اوعى هنشيل البيضات من على العفش ونفط تنفيذة خفيفة من على الوش كده فيش اي داعي للتنفيذ العميق اطلاقا بالعكس بقى على فكرة ده يفتح عليك باب جهنم مش هتلاحق على المفاجآت اللي هتطلعلك خليك سطحي خليك خفيف ها على وش كده المفارش المفارش مهمة جدا في نوع الزيارات ده ارمي مفرش على اي حاجة عندك شكلها مش قد كده اي حد شكله مش عاجبك في البيت قبل ما الضيوف يجي ارمي عليه مفرش المفرش ده زي السحر هنهتم جدا بالاضاءات في الزيارات اللي من النوع ده الاضاءات الجانبية الرومانسية الخافتة انسى بقى النجف والاضاءة المباشرة والفضائح ديها اباجورات جانبية بلمبات خمسين واط بالكتير دي ممتازة تخب عيوب الديهانات بتاعت الحيطة بقع العفش خروم الستاير عيوب البشرة والتجعيد علامات تقدم السن الهالات السوداء فاهم كل ده بيتدارة طبعا بالنسبة لتجيز البيت للزيارات الرسمية الكلام اللي فات ده بقى مايمشيش خالص مع زيارات التفتيش زيارات الايه؟ التفتيش طبعا زيارات التفتيش دي الستات عارفاها كويس حامتها اخوات جوزها ضرتها مراد صاحب جوزها الاسكانر الشريرة بتاعت انت تخنتي قوي ولون شعرك مش لايق عليك مناخيرك موضتها بطلط انت عندك حاجب سود وحاجب بني ولا ايه؟ وريني كده رفعي الحاجب اعملي كده اللي وقفالها على الواحدة دي بص يا معلم الزيارات دي تنفض لها تنفيضة تمام تنفض لها خالص نفض اه يعني ننفض لها خالص يعني ما نفتح لهمش البيب ما ندخلهمش اصلا لا لا يا ابني لا اه ما تفهمش غلط اعمال بننفض لها البيت بجد حرفيا من بدري اه اه مش نحلق يعني لا يعني بننفض ونمسح ونسيق ونكشط ونعطر ونلمع ونسفلت والجو كله ونحلق كمان يعني لو ينفع تحلق قبلها ستو للرجل احتيق كله يعني كله يحلق اه يتنفض مع بعض مع السجاد وانت معدي بنفس المكنة نحلق بجد اه ده تفتيش يا ابني مش هزار كل عيش كل عيش في زيارة بتكون لها بقى استعدادات خاصة جدا اللي هي زيارة العريس دي مزيارة التنفيذ لا دي جراحة تجميل شاملة نعمل ايه بقى بنغير الديكورات نعيد هندسة البيت داخليا ونركب كهارب جوه وبره نقشط الارض وندهن الحطان سبونش ننجد الصالون ونغير اللمبات الموفلة البيضة دي علشان الفضايح ونطلع بقى الفنان التشكيلي اللي جوانا بقى فجأة كده بيظهر عندنا اهتمام قديم بالفن وبالحركة الفناية نبتدي نشتري لوحات انتيكات تماثيل برونز نوافيل رخام أصار فرعوني وروماني بنحول البيت لمتحف محمود خليل الكلام ده لحد امتى يا معلم؟ امتى؟ لحد كتب الكتاب كتبنا الكتاب اكيد اتكتب تراجع عليه تبص على الاختام على الوراء على كل حاجة يلا حبيبي رجعلي الحاجات دي كلها على المخزن هات الرهن وقبل العريس اللي جاية بلغني قبلها باسبوع كل حاجة ترجعلك تاني خلصت في بقى كمان تجهيزات البيت للزيارات اللي فيها عيال بعد ما العرسان يخلفوا الجو ده طبعا دي لها تجهيزات خاصة جدا مبدئيا كده في عيال جاية فالبيت كله بيترفع خمسين سنتي من على الارض تحسوا بل لقى اي مفاجئات؟ تحط على رف كده ده اول اجراء السجاد تكيز بكياس زبالة والنيش تكيز بالبابلز اللي بيفرقع ده عارفوا؟ شريط الأصفر بتاع الجرايم بتعلقات اللي ده تنصب في كل حتة داير ما يدور الريسبشن كده تفهم ان البيت ده خلوا عيال معلومة تانية لما تفتح دولابك وتلاقي الكريستالات والتحف والفازات والأنتيكات متكمرين بين القمصان والبيجامات اعرف ان ده اجراء احترازي بيعلن عن وجود عيال صغيرين في البيت ماما عملت كده تصرفت دي ما بتجليش واما خلاص بقوا هرشين الحركة دي الضيوف بقوا هرشين الحكاية لا الفازات والتحف والأنتيكات هرشين الحركة دي تلاقي الفازة دخلة وقسط الهدوم سامو عليكم هتلاقي الهدوم بيقول لها عليكم استنحظوا لكاته ايه جاية في ايه المرة دي مهند وقاية برضو بس تقول لها لا جمانة وعبد الرحمن خدني جنبك يعني هم عارفين العيال حفزوا بعض بقى فيما منهم علاقة جوه الدولاب العيال بره زيارة زي الفل كل الزيارة دي بقى كلها كوم وتجهيزات الزيارة الكبيرة دي كوم تاني خالص الزيارة الكبيرة العظمة كلها زيارة الفار الزيارة دي بالتحديد هي الزيارة الوحيدة اللي بتوقف البيت كله على رجل حرفيا بيوقف على الرجل فعلا مش مبالغة مني بص بقى في فار في البيت يعني كل أفراد البيت لابسين شتوي سواء كنا في الصيف أو في الشتاء جيزة نبوت ومدخلين البناطيل جوه قاعدين مربعين رجلهم على الكنب والكراسي ومسكين سلاح غير بقى اللي فخاخ والمصايد اللي مرشاقة في كل حتة في البيت واللي بتفضل تتطور مع الوقت يعني الأول يبقى إيه فيه حتة الطماطم وحتة جبنة الأزقى جبها ماشي؟ بعدين تلاقي حتة لانشون وصاحة القهربائي بعدين نصه كفتة وطبانجة بعدين فاخدة ضاني وشيك على بياض أي حاجة واحدة واحدة البيت بيت تحول لوحدة عسكرية طول اليوم تسمع صوات شد أجزاء وصويت وصريح وإزاز بيتكسر ونجف بيوقع ومرار طافح أحمد أحمد ونبيق في السيدة دي عشان أنا بخاف أصلا مش عايز مش عايز أسمع الحكاية دي لا يا ابني انت الدنيا أنا تمام ده بلاتو متأمل وتد فيه يا ابني ده بيت أخوك إيه ده؟ أحمد يا ماما أحمد 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 أحمد